السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع عندنا فيديو جديد هذه المرة بمجموعة هامة من الأنباء اللي تخصوا كان ألمانيا رح نتكلم بأرقام حقائق وإصابات ورح نتكلم عن موقف عنصر يتعرض لأحد الشباب من دولة سوريا وكان على وجه التحديد شاب عمر 17 عام ويعني موضوع جدل الملقحين وقمة التلقيح وسبب عزوف الألمان عن حليب الأبقار في ألمانيا وعلامات موجودة بالسوبر ماركت على المواد الغذائية رح نفسر ما هي هذه العلامات ولماذا هاي العلامات مهمة لمن هو يعني يسكن في ألمانيا قبل أن نبدأ أصدقائي بالفيديو لا تنسانا بلايك وشير إذا تابعنا على الفيسبوك سبسكرايب إذا تابعنا على اليوتيوب أصدقائي بالـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 11907 إصابة جديدة بكورونا أي يعني بزيادة قدرها 4.1% عن ما تم تسجيله قبل أسبوع حالة الوفيات 60 حالة وفات وهو رقم أقل بكثير من ما تم تسجيله في يوم الاثنين الماضي والزيبنتاكي إنسيدنس ارتفع بشكل كبير بعد أن كان يوم أمس 165.6 وصل الرقم هذا اليوم إلى 169.3 وهذا هو أعلى رقم منذ أسبوع قبل أعياد الفايناختن في عام 2020 ازداد عدد اللاندكرايس التي دخلت بقائمة الزيبنتاكي إنسيدنس أكثر من 100 إلى أن وصل إلى 356 لاندكرايس من أصل 412 ازدادت ثلاثة مدن عن يوم أمس يعني راح تكون مشمولة بحضر التجوال وفي مقارنة مهمة عملها معهد روبورت كوخ بين الإصابات في الأسبوع الذي كان قبل الفايناخت أي لما كانت ألمانيا 169 زيبنتاكي إنسيدنس الأسبوع قبل الفايناخت في عام 2020 على الفئات العمرية اللي فوق الستين عام والفئات العمرية التي تحت الـ 15 عام أو تحت الـ 15 عام الفئات العمرية فوق الـ 60 عام بأسبوع قبل الفايناخت في عام 2020 تم تسجيل 48730 إصابة 48 ألف إصابة قبل الفايناخت 2020 الآن 28 إصابة 22 ألف إصابة 22388 هذا معناه الأعمار هم فوق الـ 60 إنخفضت إصاباتهم بشكل دراماتيكي بشكل كبير عن نهاية 2020 بالمقارنة مع الوقت الحالي أما الفئات العمرية اللي أعمارهم تحت الـ 15 عام قبل الفايناخت بأسبوع أي في عام 2020 12615 12 ألف في عام 2020 قبل الفايناخت الآن 22364 في هذا الأسبوع لأنه نفس معدل زي منتاقة إنسيدنس الآن وقبل الفايناخت ولكن الفارق كانت إصابات الفئات العمرية فوق الـ 60 هي الأكثر الآن إصابات الفئات العمرية تحت الـ 15 عام هي الأكثر والسبب أنه تم تلقيح الفئات العمرية الكبرى وبالوقت الحالي لا يوجد لقاح مخصص للفئات العمرية تحت الـ 15 عام يعني من الشركات المصنعة يتم البحث والتطوير الآن ولكن لا يوجد لقاح أصدقائي يوم الجمعة حصل موقف عنصري هز ألمانيا بشكل كبير الموقف العنصري كان ضحيته فتاة من دولة سوريا يعني لاجئ سوري عمره 17 عام هاجم رجل يبلغ من العمر 39 عام بوحشية وبدافع عنصري وبألفاظ عنصرية هاجم الفتاة اللي هو لاجئ من دولة سوريا بطريقة مؤلمة وبشعة وسبب له أذى جسدي طبعا المقطع الفيديو تم تصويره بالشدغاسنبان اللي هو المكان اللي حصل بالهجوم من قبل ركاب الشدغاسنبان تعرفون يعني التصرفات العنصرية لما يتم توثيقها بمقطع فيديو يتم يعني بشكل كبير مساعدة جهات التحقيق من أجل القبض على الرجل فمقطع الفيديو اللي تم تصويره بالشدغاسنبان أظهر الرجل يركل الفتاة اللي عمره 17 عام بقوة شديدة على رأسه بطريقة تشبه طريقة يعني في نون القتال ويسبب له أذى جسدي ولكن الحمد لله يعني الشاب الآن صحت متعافية وتم إبلاغ الشرطة مباشرة وتم عرض مقطع الفيديو البشع اللي صراحة أنا شفتها ولكن لا يمكننا العرضها لكم بسبب سياسات يوتيوب وتم اعتقال الشاب العنصري وتبين إن الشاب العنصري الذي اعتدى على الفتى السوري اللي عمره 17 عام له تصرفات عنصرية سابقة وحسب الشرطة الألمانية قد ارتكب جرائم عنيفة سابقة أو هو معروف لدى الشرطة بأنه ارتكب يعني تصرفات بها عنف بفترات سابقة وذات طابع عنصري هنا يتم طرح السؤال لماذا هو خارج السجن إن كان له سوابق بتصرفات عنصرية واعتداء وإذاء جسدي على الآخرين هل ربما أنه يعني قضى محكوميته وخرج وعاد هذه الكرة أم هناك سبب آخر مخلص الكلام الصديقاء نتمنى أن ينال جزاء العادل ونتمنى أنه ينال أقصى عقوبة ممكن توفرها المحاكم الألمانية لأن الاعتداء على الفتى السوري البريء هو اعتداء عنصري ويستهدف كل المهاجرين وكل الأشخاص من خلفية مهاجرة في ألمانيا ونتمنى يعني السلامة للشاب أو للطفل السوري ونتمنى أنه رب يصبر ويقوي أهله كلنا نتعاطفوا ياكم وكلنا قلوبنا معكم الآن ننتقل للموضوع الآخر تعرفون أنه اليوم تحصل قمة بين المستشار أنجل ميركل ورؤساء المقاطعات ورح يتم بهذه القمة مناقشة موضوع التلقيح وهي تسمى الامف قبفل تدور اليوم ببناية المستشارية بالكنسل الأمت في برلين وهذه القمة سوف يتم مناقشة الأمور التالية بها حرية الملقحين أين ومتى وكيف جواز اللقاح أو هوية المناعة رقمية أم ورقية أم أثنينهم وكيف يتم عملها وتسوق الملقحين بحرية هو موضوع يعني ينال أهمية كبيرة بالوقت الحالي هناك في ألمانيا حتى هذه اللحظة تأييد من أغلب الكتلة السياسية على موضوع حرية الملقحين يعني الكل مع منح الملقحين حرية ولكن يعني هناك بعض التحفظات على نقاط معينة مثلا التوقيت ومتى يعني وكم يجب أن يكون عدد الملقحين أو نسبتهم في ألمانيا من أجل منحهم ميزات كي لا تتم منح ميزات لفئات قليلة وفئات كثيرة تكون محروبة من هذه المميزات المتحدثة باسم السياسة الصحية في البرلمان الألماني تقول يجب عدم تقييد الملقحين بإجراءات الغلق كونهم غير ناقلين وغير معدين للآخرين أو غير حاملين للمرض فبالتالي تقييدهم هو أمر غير منطقي نواب من حزب FDP اللي كان قبل معارض لتفريق البشر أنه ملقحين وغير ملقحين يقولون الآن أنه لا يعتبر امتياز إعطاء الحرية للملقحين بل هو حق لكل ملقح لأنه تم توثيق من قبل الجهات الصحية بأنه الملقح لا يعدي الآخرين ولا يشكل خطر فبالتالي له الحق بالتسوق بحرية وبالخروج من إجراءات الغلق ببعض الولايات الألمانية أصدقائي هناك قلق وهناك خوف وهناك ترقض لأنه لو تم عمل حرية للملقحين فسوف يحصل مجتمع يتكون من طبقتين طبقة محرومة وطبقة يعني تتاح لها ميزات فبالتالي سوف يحدث مشاكل اجتماعية كثيرة في حال لو تم إقرار هذا اليوم يعني حرية ملقحين ولكن يعني ليس بالضرور أن يتم حسم الأمر اليوم فهو مجرد اجتماع وجلسة ونقاش وأكيد لما يصير قرار مهم راح نبلغكم بهذه القناة أصدقائي الآن عدنا موضوعين هاي الموضوعين جدا هامة لسكان ألمانيا وخصوصا لللي يتسوقون من السوبر ماركت هناك أشياء تحصل بالسوبر ماركت الألماني هناك تغير بالاستهلاك في ألمانيا راح نشرح الكومية بهذا الموضوعين أول موضوع عدنا هو عزوف الألمان عن حليب البقر أو عن شراء حليب البقر لماذا هذا العزوف؟ وكيف بالإمكان الاستفادة من هذا العزوف؟ وخلونا نفهم التقرير بالتفصيل أصدقائي بالإضافة للحليب البقري بالوقت الحالي أصبح الحليب العضوي عنصر ثابت بكل السوبر ماركت ولا يكاد يخلو أي رف من رفوف البرادات بالسوبر ماركت من الحليب العضوي ما هو الحليب العضوي؟ هو الحليب الذي لا يتكون من مكونات حيوانية يعني ليس من البقر حسب الاتحاد الأوروبي لا يجب تسميته بالحليب ولكن هو حليب الصوية أو حليب جوز الهند نراه بشكل يعني يزداد بالأون الأخيرة بالسوبر ماركت وعلى الرغم من يعني أنه أشكال الحليب العضوي تبدو كأشكال الحليب البقري إلا أنها تتكون أصدقائي من الماء والبقوليات والحبوب والمكسرات ماركوس كليا المدير الإداري لمعهد أبحاث التغذية النباتية بألمانيا يقول أن أكثر من واحد ونصف بالمئة من سكان ألمانيا نباتيين وهذا ليس كل شيء لأنه هناك نسبة كبيرة من أشخاص هم ليسوا نباتيين ولكنهم يقللون قدر الإمكان من استهلاك المنتجات الحيوانية ماذا يعني هذا الشيء أصدقائي؟ هذا الشيء يعني أنه وفق المكتب الفدرالي للزراعة فإن استهلاك الفرد في ألبانيا بصورة عامة انخفض بنسبة 50 كيلو من حليب البقر مقارنة بعام 2014 يعني كثير ناس مدى يستخدموا المنتجات العضوية أو عفوا مدى يستخدموا المنتجات الحيوانية يلجأون للمنتجات العضوية ونسبة الناس الوسطيين يعني الناس اللي هم ليسوا نباتيين ولكنهم يقللون من المنتجات الحيوانية هي كبيرة جدا جدا وربما تكون بالملايين النمو بدأ بالإزدياد حسب مكاتب الإحصاء الألمانية بزمن كورونا والإقبال على الغذاء الصحي بدأ بالإزدياد يعني هذا الأمر لاحظناه في كل التقارير الصحية والتقارير التي تتعلق باستهلاك الناس في ألمانيا بالأسواق وكذلك استهلاك المواد العضوية مجال الاستثمار بهذه الأشياء بإزدياد وبإزدهار يعني هو مستقر وبصعود المؤشر هو بصعود لذلك من يريد أن يربح النقود فمجال الاستثمار حسب الخبراء الألمان بهذه الفروع اللي هي فروع الأبحاث العضوية حتى دنشوف برقر يتم بيع بالمحلات في السوبر ماركتات الكبار في ألمانيا وهو لا يحتوي على اللحوم ولكن طعمه طعم لحم 100% وهو برقر عضوي يعني خلية مستنسخية ومن أن تجي منعدها برقر فهذا المجال بالنسبة للمستثمرين يعتبر سوق واعد بسبب لجوء الناس في أوروبا على وجه التحديد في بريطانيا وفي ألمانيا إلى هذا النوع وكون نسبة النباتين أصدقائي في ألمانيا تزداد يوم بعد يوم أصدقائي الموضوع الأخير واللي هو مهم جدا جدا أغلبنا لما نتسوق من الماركت الألماني من من ألدي من ليدل من نتو من إيديكا من محلات أخرى نجد هناك علامات عديدة موجودة على المنتجات الغذائية مثل علامة أونقين تشنيك هذه العلامة دا تشوفوها شارحة عنها بفيديوهات سابقة يعني بل في 19 ولكن الآن هناك 116 شركة غذائية في ألمانيا منتجاتها موجودة بالماركتات الألمانية من أصل 236 شركة هذه الشركات تستعمل علامة نيوتشري سكور هذه نيوتشري سكور هي يعني رمز أو علامة لتقييم جودة المنتجات الغذائية رح أشرح لكم تفاصيلها لأنها مهمة أصدقائي تم أطلاق هذا النظام في نوفمبر من العام 2020 بسبب أنه الناس أصبحت تبحث عن المنتجات اللي بيها قيمة غذائية عالية يعني الناس صارت تفكر بمكونات الشيء الذي تأكله وليس فقط بملء البطون فتتكون هذه النيوتشري سكور من يعني رمز A B C D E مثل ما دتشوفوه هنا أصدقائي هذا هو الرمز وهذا هو التقييم التصنيف أي هو أفضل شيء ويكون دائما باللون الأخضر ويعني أن القيمة الغذائية للمواد الغذائية اللي موجودة بهذا التقييم هي جيدة وأن الطعام لم يفقد جودة عند التخزين وأن الأغذية لا يوجد بها مواد حافظة مضرة ولا يوجد بها سكر أو أملاح ضارة أو دهون أو موجودة ولكن بشكل بسيط وبشكل رمزي كلما نزلنا بالتقييم نحو كلما اتجهنا نحو ال B فال B هو أفضل من السي والسي هو أفضل من ال D وال D وال E هو أسوأ شيء ولكن ال A وال B هم أفضل أنواع التصنيف يعني رح نشوف جودة الطعام تنخفض لما ننزل بالتصنيف ورح نشوف أشياء رح تكثر بالمكونات خصوصا للأشخاص اللي يعني يعدهم هذا المزاج أو الواحس بقراءة الإنهالت أو المكونات مع المواد الغذائية رح نشوف الدهون والملوثات أو المبيدات اللي استعملت بالزراعة مثلا باتشتري بيتزا البيتزا رح يكون بيها الطماطة مثلا نستعمل بيها ملوثات الفلفل الأخضر وأشياء أخرى فهذه التقييمات تلعب دور كبير باختيار الغذاء المناسب وخصوصا منتجات الأطفال يعني مثل البودنغ ومثل الألبان ومثل يعني كثير أشياء يستهلكها الأطفال تجدون هذا التصنيف فكلما كان التصنيف ماء لللون الأخضر وكلما كان A فهو أفضل من ال B وال C وال D وال A أما التصنيفات الأخيرة يعني اللي دائما يكون لونها بالأحمر أو لونها غامق يكون فتوقعوا بها يعني تلاعب جيني أو مبيدات حشرية أو أسملة كيمياوية من النوع اللي تكون ضار أو ما بها أي فائدة مجرد إذا كانت بيتزا فهي عجين وملح ودهون وحشو للبطن ولا أكثر ولا أقل فأصدقائي الآن شرحنا لكم أهم الأشياء اللي يتناولها الإعلام الألماني بالوقت الحالي والأشياء اللي يركز عليها المجتمع الألماني بخصوص جودة الغذاء وإلى آخره إن شاء الله يارب تكونوا استفاديتوا تحياتي لكم ربي يحفظكم نلتقي في فيديو آخر قريبا مع السلامة